اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى فلسطين وإسرائيل حيث يتوجه إلى المملكة العربية السعودية وأفاد مرسلنا في جدة بأن بايدن سيلتقي العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان كما سيشارك يوم السبت في قمة جدة للأمن والتنمية التي يحضرها قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق هذه الصور نتابعها لمغادرة طائرة الرئيس الأمريكي وإقلاعها من مطار بن جوريون في تل أبيب بإسرائيل بعد ختام زيارته للأراضي الفلسطينية وإسرائيل إذن هذه الطائرة الآن في هذه اللحظات أقلعت متجهة إلى جدة مفدنا جو تابت في جدة كيف هي الاستعدادات جو لاستقبال الرئيس الأمريكي بايدن في أول زيارة له للمملكة هي أول زيارة لرئيس بايدن إلى المملكة السعودية وفي الواقع هي أهم زيارة يقوم بها الرئيس بايدن إلى الخارج وتحديدا إلى منطقة الشرق الأوسط هي محطة مهمة بالغة الحيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية والمصالح الحليفة في المنطقة وذلك على ملفات عدة منها أولا ملف محاربة مواجهة خطر إيران النووي وخطر جماعاتها الإرهابية وأيضا مسألة الحرب في اليمن وأيضا هناك رسالة واضحة على الرئيس بايدن عليه أن يوصلها إلى القيادة السعودية ألا وهي تمتين أو التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية طبعا هناك ملفات عدة سيناقشها الرئيس أبرزها مسألة مواجهة المنافسة منافسة القوى العظمى مثل الصين وروسيا في المنطقة وطبعا للمملكة دور أساسي في المحافظة على المصالح الأمريكية أو المساعدة في خدمة المصالح الأمريكية وخدمة مصالح المنطقة هناك مخاطر مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية طبعا هناك الكثير الكثير من المواضيع التي سيناقشها الرئيس بايدن مع القيادات هنا في جدة شكرا لك جوتابت مفادنا إلى جدة في المملكة العربية السعودية شكرا